مشاهدينا مشاهدي قناة الحدث اليوم أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج من المسؤول طبعا لا أحد ينكر الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية المتمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى القضية الفلسطينية وكمان لا أحد ينكر دور المبادرات الرئاسية التي كانت سببا أساسيا في تنفيذ بعض المشروعات القومية التي تهم قطاع عريض في الدولة المصرية كلنا طبعا شفنا حجم الإنجازات الكبيرة اللي تمت تحت مبادرة حياة كريمة طبعا بعض المشروعات الخاصة بحياة كريمة بنشوفها في الريف بنشوفها في الصعيد بنشوفها في كل محافظات مصر وده اندل فهو يدل على أن المبادرات الرئاسية هي مبادرات يعني أفعال وليست أقوال كلنا شفنا عظم الجدعان اللي بيساهموا في حياة كريمة وبيساعدوا أبنائنا البسطاء والكادحين المبادرة تشمل قطاع عريض من فئات الشعب المصري وليها كذا نشاط وكذا حاجة وآخرها كمان الحصاد الأسبوعي بتاع المبادرة اللي تمثل في إنجازات حياة كريمة على مدار الأسبوع في قطاع الأمن الغذائي لبيع اللحوم والدواجن المخفضة في 132 نقطة في جميع محافظات الجمهورية وزي ما هو هيتوضح قدامكو كمان في الفيديو الخاص بالتوضيح البسيط اللي هتشوفو دلوقتي معانا على الشاشة كمان المبادرة تمت في القاهرة والبحيرة وبانسويف والمنوفية وتم توزيع 7000 وجبة ساخنة مطبخ القرم بالعريش وبعض المحافظات الأخرى جدعان حياة كريمة كمان مستمرين في توزيع القراتين الغذائية وكمان مش بس كده في قطاع تمكين الاتصادي تم تدريب 400 طالب بشكل افتراضي على مفهوم ريادة الأعمال وفي قطاع تمكين الاجتماعي قامت المؤسسة بالمشاركة في مبادرة صحة المرأة وانا بنوه للسادة المشاهدين كمان ان مش بس المبادرة شاركت في الحملات دي بس لا المبادرة كمان كان لها الفضل العظيم لدى أهلنا في محافظات الصعيد وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي توصيل الغذ الطبيعي لبعض الكرة اللي محرومة واللي ما كانش في يوم من الأيام بتسمع ولا تعرف يعني ايه غذ طبيعي فاحنا لما بنتكلم بنقول لأعداء الوطن بنوصل رسالة واضحة وصريحة ان انتوا مهما تبسوا من سموم مش هتقدروا تسيطر علينا ولا على فكرنا مؤمنين إيمان تام ان البلد دي لا تقوى إلا بإرادة شعبية قوية وإرادة أبنائها المخلصين الصديقين مؤمنين إيمان تام بالمبادرات الرئاسية وتطبيقها وتنفيذ المشروعات بيها على أرض الواقع عمرك في يوم من الأيام ما تقدروا تضللوا الشعب المصري ولا تأثر على الإرادة ولا العزيمة الشعب المصري والجيش المصري اللي عارف يعني ايه الوطنية ويعني ايه روح الفداء الشعب المصري اللي سطر ملحمة بطولية بالاشتراك مع الجيش المصري في انتصارات أكتوبر الشعب المصري على قدر من المسؤولية الوطنية فمهما يقول الإعلام المعادي ومهما يبرس سمومه لدى المواطن المصري مش هيقدر يأثر على المواطن بشيء احنا عندنا تحديات عندنا تحديات وان شاء الله تعدي على خير وما فيش أدنى مشكلة خالص ان احنا نتحمل ونجتهد لجل الوطن ولجل الأمن والأمان والاستقرار والله ما عندناش استعداد ان احنا نعيش في مخيمات لاجئين على الحدود ما عندناش استعداد ان مصر ما يكونش فيها أمن وأمان واستقرار حياة كريمة واللي حصل من جدعان حياة كريمة ده هما سطروا ملحمة بطولية في جميع محافظات الجمهورية وقد ايه عرفنا ان فعلا المبادرة لما تم تنفيذها على أرض الواقع بناء على توجهات من القيادة السياسية كانت مبادرة فعلا على قدر من المسئولية الوطنية اتنفزت بفضل إرادة حكيمة إرادة شعبية قوية شفنا عظمة المشروعات القومية اللي تم تنفيذها على أرض الواقع ده خير دليل ورد على بعض الصفهاء في الخارج الاعلام المضلل اللي بيحاول يبرس سمومه بقدر الإمكان لدى المواطن المصري فانا بقول له لا انت مهما تكلمته مهما عملته مهما بسته من سموم مش هتقدروا تأثروا في المواطن المصري بأي شيء فانا دلوقتي يعني هستأذن حضراتكو هنتناقش بعد الفاصل في فقرة مهمة جدا من فقرات من المسئول ويكون مشرفنا في الستوديو رجل المهام الصعبة رجل من الرجال الشجعان رجل يضيف لأي شيء يكلف به معانا بعض الفاصل الكابتن محمد المصلحي المرشح لرئاسة الاتحاد المصري للكاراتيه خليكم معانا قوة وتروحوا في أي حتة تانية ونرجع لكم بفقرة من المسئول المميزة اشتركوا في القناة